أهلا بحضراتكم بعد الفاصل اسلام الكلام تسلسل ماشي كويس قوي أنا قاعد مستمتع لأن أنا أول مرة باسمع كلام زي كده جد نستاذ المشاهدين برضو أول مرة باسمعوا كلام زي كده نيجي ندخل بقى على البلوك الكبير اللي هو النادي الأهلي اللي كان حلم بيك واتحقق الحلم أنت قلتل قبل كده أني عد لقيا أول واحد يتكلم معاك ثبوت طيب بعد ما سبت اتحاد جدة إيه اللي حصل؟ عشان تيجي النادي الأهلي اللي حصل أن تواصل المواند سعاد الاطقاعي مع الأستاذ أسامة راشد المحامي برضو واتكلمنا وأستاذ أسامة قال لي أنه أن إحنا الأهلي إنت ممكن تروح الأهلي مفيش مشكلة قلتوله مفيش مشكلة مفيش مشكلة إزاي أنا موافق أروح الأهلي دلوقت يلا طب وإنت في تحت جدة كنت عارف أن أنت بترجع النادي بس يا كابتن طالما أنا عندي العقد بتاعي بيتيح لي أن أنا ننزل وأرجع لأي نادي أنا عايزه كنت أتمنى أن الأهلي يكلمني في الوقت دا طبعا طبعا حصل الكلام فحصل الكلام فبالنسبة لي وخلي بالحضرتك قيل إن أنا مشيت من نادي الزمالك في الوقت دا عشان فلوس وهذا الأمر غير صحيح والله يرحمه كان يسأل فيها كابتن ثابت البطل يعني والله يرحمه ياسمي دير لا يعني والكابتن خطيب ممكن يسأل في هذا الأمر لأنه كان مش يعني كان هو والكابتن حسن والكابتن خطيب وكابتن ثابت هم اللي عارفين الموضوع والمهندس عادلي إن أنا عندما عرض علي النادي الأهلي لم أفكر لحظة ولا اتكلمت في فلوس ولا الكلام اللي بيتقال اللي هو بيقولك إن عارف لما يقولك شفت الكابتن خطيف مضيت لما النادي الأهلي يتقالك فأنت تقول آه من غير ما تفكر وهو دا اللي حصل معايا بالزبط الله العظيم يا كابتن سادق قلت له كذا قال لي بجد قلت له بجد قلت له أنا يلا إمتى هنروح قال لي خلي بالك هنخش في مشاكله بتاع علشان الملحق ومش الملحق والكلام قلت له إحنا مش صح قال لي صح قلت له يلا بينا خلاص كلمت مع المهندس عادلي قال لي خلي بالك إحنا عندنا سقف للتعقدات والله يرحمه كابتن ثابت اليوم اللي روحت في النادي عندنا سقف للتعقدات كنتش لسه مضيت على عقد عندنا سقف للتعقدات يا إسلام قبل ما تخش على كابتن ثابت اللي أرحمه وعدل القياه خدك معاك المهندس سامة أول وهلة دخلت فيها النادي الأهلي كان إيه شعورك وإحساسك؟ فخر وحب ودموع غير طبيعية عيض يعني بقولك كان محمود شوقي لما أتذكر كان مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين الأهلوية ليه؟ الناس مش مصدقة الناس تقلهم إن فيه النهاردة حنعمل مفاجأة كبيرة لنادي الأهلي نعم فالناس قاعدة في النادي مش مصدقة مش عارفة المفاجأة إيه محدش عارفة كبيرة محدش عارفة يعني أنت فاكر أول يوم دخلت في النادي الأهلي طبعا فاكره شفت إيه وإنت داخل أول؟ من أول لحظة دخلت من باب المعلمين الأوبرا الأوبرا ما هو ده أنا عبد المستشفى المعلمين اللي هو الخلفي اللي ورا اللي الورا دخلت على الأوضة مباشرة قطت اللبس كان مين معاك؟ كنت أنا والأستاذ أسامة ودخلنا للمهندس عادلي جوه كان مكتبه جنب ثابت في الظهر كده أيوة أه وخدني المهندس عادلي ودخلنا للكابتن الله رحمه ثابت البطل في المكتب بتاعه اللي هي أول ما تخش الأوضة القديمة 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 اللي هو على الشمال أه ودخلت المكتب والتقيد بأول ثلاثة يستقبلوني أعماد النحاس أنا آسف بركات وأعماد آه كان بركات جيه كان موجود في النادي الأهلي أه أه كان موجود بقى بركات وأعماد النحاس كان جيه قالوا عليه صفقة فشلة وأعماد قالك ده مش عارف إيه أه ومين تاني؟ وخالد بيبو وخالد بيبو أه لما شفتهم فتكارت الإسماعالية وفتكارت فتكارت الأهلي فتكارت الإسماعالية طبعا هه مش بس ت Evangel Shugs دعёмكم مع بعض كمان في الإسماعالية لقد نعيبكم مع بعضكم كمان في الإسماعالية لقد نعيب مع بعضها في الإسماعالية ومنتخب أنا وأبركات يعني عشرة تويلة فمن 14 سنة وإحنا بنلعب مع بعض من تحت 14 سنة يعني فافتكارت yeah فاأكارت إن إحنا المجموعة دي كان ليها حل ويمكن انا اول مرة هقوله يعني المجموعة دي كان لها حلم ان احنا نلعب في النادي الاحلي كلنا ما كنا بنقعد بقى مع بعض عادتنا الخاصة ايو ايو صهرة مع بعض قاعدين صهرة في القوضة يعني مش ايو 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 تفاهد فدايما كان كلامنا على عماد النحاس اهلاوي كبير بركات اهلاوي كبير خالد بيبو اهلاوي كبير طبعا فافتكر بقى الايام دي وفي اسماء تانية بس مش حادر اتكلم عنها لانها من اسماعيلية يعني فاهمت اه الحقيقة كانت ايام حلوة جدا وقت تلعب في الاسماعيلي بتعرفه او برا النادي الاحلي وبتشوفه النادي الاحلي كنت من جواك وبتقول النادي الاحلي في حتة تانية بأمانة اه بنقول النادي الاحلي في حتة تانية بس كنت بنزل الملعب عايز اكسب النادي الاحلي طبعا ده تاريخ لكل لعب كنا خلي بقى لحضرتك الفترة اللي أنا كنت بتشرف باللعب فيها للنادي الإسماعيلي كنت بندل تبقى أكل النادي الإسماعيلي تبقى لنادي الإسماعيلي ومعظم المتشاطة اللي لعبتها ضد النادي الأهلي كسبت النادي الأهلي خلي بال حضرتك من الموضوع ده المجموعة دي آه لا لا بجد ده أكل عيشك آه يعني محدش يفتكر لا بحب النادي الأهلي ومن قلبي وكل حاجة ولكن يعني ما قدرش أقول لكن أول إما حنزل الملعب أنا آسف جدا آسف جدا هو حاجة واحدة بس ده بنيو بن ربنا بقى الله ده أكل عيشك خلي إنه هو أكل عيشي ده حاجة بنيو ده ربنا وأنا انت بتتعامل أكيد قادت مع الله رحمه ثابت البطل وعضل القيعي ومضيط آه قال لي إسلام معلش يا كابت المهام قال لي إسلام إحنا عندنا سقف ما فيش حد بيتعدى ما فيش حد بيتعدى هنحطك مع إحنا عندنا الفئة الأولى كان فيها أربع أو خمس لعيبة على ما أتذكر يعني ما قد قليش مين يعني بس هم كانوا مثلا كانوا كمقني بأعصام الحضري عماد بركاط آه بعد كده بوتريكة عماد عماد أمد النحاس وعمد متعب ما كان يشين موجودة عماد متعب كان لسه طالع من ناشئين كان لسه من ناشئين آه آه عماد متعب وحسام عشور كانوا لسه طالعين من ناشئين أيوا أيوا قال لك ليه فيه سقف قال لي فيه سقف ما تتعدى السقف ده كابتن كنت باخده أقل وبعدين الفلوس كنت هتخدها ازاي 25% مرتب 25% مؤدم 25% على بقية السنة ثم 25% الأخيرة هتخدها او مش هتخدها حسب اشتراكك حسب اشتراكك في الماتشات اللي هي لازم نسبتك تتعدد 80% نسبة المشارك يعني ايه 80% يعني لو عندك 100 ماتش تلعب 80 ماتش ايه ما هو ده ما فيش حد بعمله في مصر النادي فمعنى كده ان انا الفلوس اللي كنت باخدها كانت ممكن بسم الله الرحمن الرحيم جات لك اصابة شهر انت راح منك خمس ست ماتشات طبعا طبعا فالفلوس اللي كنت باخدها مليون في المئة كنت هتبقى قلي من اللي كنت باخده من الزمالك بس انا الحمد لله كنت بلعب الماتشات كلها فكنت باخد فلوسي كامل غير كده وكده المكافآت كانت بتبقى ازاي لسه انفكرني بيها احمد عادل زميلي في الوقت ده في النادي الاهلي باكرايت برضه اللي جيمل اولمبي بالمعزب كانت المكافآت ازاي عكبت المصطفى المكافآت كل 4 ماتشات الـ 12 نقطة الـ 12 نقطة لو خدت 10 نقاط تاخد فلوس الـ 12 نقطة لو خدت 9 نقاط سلملي على المترو سلملي على المترو ولا مليم يعني لو كسبت 3 ماتشات وخسرت ماتش مش هتاخد ولا مليم ده شو بقى انت بتقول لك الجيل ده؟ الجيل ده في التسعينات ده لا في أولي الألفينيات 2004 ألفينيات خلصت مضيت على العقد ووافقته والكلام ده كله لا لا كل حاجة ووافقته وقال لي كذا قلت له كابتن هات وقال ليحة وبتاعه روحت ودفعت الفلوس في اتحاد الكرة قبل الساعة 2 يوم خميس قبل الساعة 2 عشان برضه ردا عن الكلام ده مش أنا لان انا بيتقال كلام كتير لا انا بيتكلم على كابتن عصام عبد منعم بصراحة لكن هذا الرجل المحترم لأه مننا كل تقدير واحترام يعني فعملنا كده وروحت ورجعت انتهى الموضوع بالنسبة لأنا كنت خلص انت بقى استقريت استقريت دخلت غرفة الملابس مين اول ناس استقبليتك في غرفة الملابس؟ عماد وبركات وبيبو خالد حسيت ان بصراحة ايه كان احساسك او شعورك في اول دخلة في قطة الكرة؟ والله يا كابتن ما كنت مصدق فكرتني بأي زي ما كنت بدأ معايا في الاول في الأوليمبي لما دخلت تخيل حضرتك ان حلم حياتك بتحقق قدامك يعني تخيل حضرتك ان انت في يوم من الأيام بتغمض عينك كده وبتفتحها تلاقي نفسك في الحلم اللي انت كنت بتحلم وهذه هي كانت الحقيقة انا بالنسبة لي كان ان انا غمض عنايا كده وفتحها وهبص كده لقي وبعدين زميني كلهم اللي حواليا للميزة اللي بدتنا بالضبط ابو تريكا كان جاي قابلينا ب3,4,5,6 شهور جي في يناير احنا جينا في الصيف يعني محمد ابو تريكا وحسن مصطفى جم في يناير 2003 واحنا جينا في صيف 2003 نعم او اربع يعني فالمجموعة كلها مين بقى اسماء كلها كابتن عماد النحاس كابتن براكات كابتن ابو تريكا واق الجمعة واق الجمعة واق الجمعة يا نهارا بيضا ها دي هي المجموعة كابتن بصراحة قلنا كده على لا ده كمان بعدين دي كمان بعدين لان محمد عبدالله جالنا بعدين اه يعني السامي من الاول كده يا نهارا بيضا حسن مصطفى اسلام عماد عصام الحضري احمد صديق واق الجمعة شيتوس اكوتي محمد عبدالله فلافيو ده مضش السفاقسي طبعا طبعا 2006 2006 اه وده كاس عالم ده يا جماعة والله ما انا فكر شوف ده دك ثالث العالم ده تصدق فرادوس ده اه فرادوس 2006 لا والله اه اه المدينة يهمنا وراه يفسدروكا اه ايو اه